ما فيش شك أن العقاب البدني لأولادنا ممكن يكون بيشكل خطورة كبيرة جدا على صحتهم النفسية وما فيش شك برضو أن العقاب اللي من النوع ده ممكن يوصلهم لنتائج نفسية خطيرة في المستقبل خصوصا لما يوصلوا لمرحلة المراقة وبالأخص لما يوصلوا لمرحلة الشباب وأعتقد مش بنستنى لما نوصل للمراحل دي من وهما صغيرين بنلاحظ على طول لو فيه طفل معنف قد إيه بيبقى مختلف عن بي الأطفال اللي حاسة بالأمان صحيح بكل تأكيد وخلينا برضو يعني إيه الزمن مختلف أنا الحمد لله أنا ما تضربتش خالص لم نبويا ولم نمي بس كان الجيل بتاعنا كله تقريبا يعني كان فيه ناس كتير قوي بتتضرب في الجيل بتاعنا ومع ذلك تطلعوا كويسين وزي الفل لكن دلوقتي الوضع صعب جدا ومختلف طب إيه اللي بيخلي الوضع مختلف دلوقتي وتأثير ده وهل فعلا الناس اللي تضربت زمان دلوقتي زي الفل ولا عندهم بعض الجوانب والعقد النفسية اللي أكيد بتؤثر عليهم في شغلهم وبتؤثر عليهم كمان في تربية أبنائهم كل هذه التفاصيل هنعرفها مع ماري رامسيس استشارة تربية الإيجابية وتعديل سلوك الأطفال اللي من ورانا صباح الخير عليك صباح الجمال يا أهلا بيك أهلا بيك يا شديد صباح الخير في البداية إيه الدافع؟ إيه اللي ممكن يخلي أب أو أم يضربوا ولاتهم؟ إيه اللي ممكن يوصلهم لكده؟ موضوع التربية يعني هم بيبقى شايفين أن هم عشان يربوا أولادهم ويعودوهم على نظم معينة وقيم ومبادئ معينة فإس فجأة الطفل لو اعترض أو ما عملش اللي هم عايزينه لازم يبقى فيه عقاب وإجارة العادة في التربية القديمة أنه العقاب البدني هو ده أكتر حاجة بتخلي الطفل يخضع وينفذ الأوامر جاست أنا بس عايزة أقولك اعمل كذا فبتعمل كذا ربك أن الروبوت عندي بقولك شمال شمال يميني من ودي من أسوأ أساليب التربية أن أنا مبقاش بديك أنك عندك رأي نتكلمش معاك طب أنت قلت لأ طب لأ ليه طب مش عايز تعمل كده ليه لازم نبقى فيه مساحة حوار ومنقشة لكن للأسف الأهل يعني زمان تعودوا على أن فكرة أن الطع على العمياء دي أنت كده ربيت أنت كده ولد مهزب شخصية محترمة لكن لو جدلت أو تناقشت أنت كده ولد عنيد ومش محترم فهي الفكرة في إيه إحنا عايزين نفهم أنه أنا هدفي أن أنا أربي إنسان عنده شخصية لرؤية مستقبلية لنفسه للمجتمع وعنده رسالة إزاي أنا أربي ده وأنا بربي شخص بتربية فيها شوية عمف حتى لو كانت العمف ده شوية ألفاظ سلبية بتتقال فأنا كده بغير الخريطة الزهنية بتاعته عن نفسه لو أنا قلت له أنت ولد فاشل هيفضل طول الوقت لأن بابا وماما كأنه كده زي ما بيقولوا إيه كرقان كريم كده مقدس الكلمة بتاعتهم سبتة وخصوصا في المرحلة بتاعت السن تحت الست سنين هو مش شايف غيرهم وما بنسبل له الأمان فأنتي لما توصفيني يا ماما أو لما أنت توصفيني يا بابا أنا خلاص أنتوا قلتوا كده تمام يبقى أنا كده فبيبقى شايف رؤية مشوهة عن نفسه بيطلع شخصية مهزوزة أنا لسه يعني مش عايزة نتكلم عن فكرة الأثار السلبية لكن خلينا نقول أنه ما فيش طفل سيء وطفل حلو أو جيد فيه أسلوب معاملة سيئة بتنشئ طفل سيء وأسلوب جيد بيجيب شخصيات إيجابية مش عارفة عايزة أتكلم معاكي في فكرة أنه قد يكون اللجوء للعقاب البدني ده نوع من أنواع الضعف بالنسبة للأهالي يعني هم خلاص بقوا وصلوا للمرحلة من قلة الحيلة برافو علي هم مش عارفين يتصرفوا فبيعملوا كده صحيح ولا في بعض الأحيان بيبقى الولاد من كترة وما هم مستفزين قد يلجأ البعض في الكلام ده لردعوهم أو لمعرفة أنه مش عارفة يعني خلينا نقول وعارفين أنه في حاجة ممكن هو زي ما أنت قلت هو أسلوب ضعيف اتنين أنا بنفس غيز فيهم مش بربيهم أنا دلوقتي غضبونة منك أو أنت عملت أي موقف ضد اللي أنا عايزاه فهتلاقيني مش بربيكي ولا بقدبك لا أنا بنفس غضبي فيكي وبالتالي عايزة أقولك أغلب الناس اللي بتعمل الأداء بتاع الضرب كم بعد نهاية المعركة والضرب وكده يفضلوا يعياته اللي خلانا نعمل كده وعقدة زنب بقى وتقني بضمير بيندم يعني بيندموا والندم ده على فكرة بينعكس كمان في التربية بتاعتهم يفضلوا حتى بيوردوا أولادهم بكرة أنا السبب أنا اللي خلت مومة تعيط أنا اللي خلتها تنهار كده وتفضل عندك جلد زنب وعقدة زنب وشايف طول الوقت أن أنت اللي خرمت طبقة الهزون أنت السبب فأنت متخيل الضرب مش وسيلة تربية أبدا أبدا وخصوصا حط تحت خصوصا دي خمسين ألف خط جسم ابني مش ملك ليا أنا بتعدى على حدود وشخصية أنا جسم ابني آه صحيح أنا مامته لكن مش ملكاه أنا راعية علي بمعنى أن الله أداني فرصة أن أبني شخصية وأرعى وأنشئ تربية سليمة للمجتمع لكن أن أنا أمتلكه ويبقى سوريا زي العبد وأفضل ألطش واضرف فيه أنا عايز أقول لك حاجة فيه أم من كام سنة يعني جات لي وهي منهارا هيار عصبي جديد جدا بسبب أن ابنها هو صغير كان عنده ثلاث سنين فكان فيه شوية مسامير وهي كانت لسه جايبة طاقم أنتري جديد لا 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 ما تعديش بقته هي والنبي إنها عوارته لا 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 أكتر من كده سمعيني الولد عشان هو لسه صغير مش فاهم ففضل يخرم في طاقم الأنتري بتاع هو واضح وبعض يعني فالأم انهارته ما قدرتش تدير غضبها ولا تتحكم في نفسها قامت زي ما عمل الولد رح تهي مسكة المسامير بتاعتها اللي موجودة وفضل تخرم في إيد الكتر النيار وإنها مش ضابطة نفسها قامت اللي حصل إنه بعد الشر يا ربي ما يسمع أبداً لحد ولازم يكون كلنا وعيين قوي إن احنا في وقت الغضب هرمونات كتيرة زي الإدريالين والكورتزول بيخلونا مركزين قوي في اللي بنعمله فضل تعمل فيه كده لغاية ما إيده تقطعت صجالها غرغرينا مع تقدم الأيام حصل إنه الأمتريات جاب واحد جديد فالولد بيقول لها ماما هو أنا بقى كده ينفع عائدي تتجدد شفت الرد بقى وتخيل دي بقى اللي جبت لها انهيار يعني أنا كنت سبب فقط عائد ابني بسبب أن أنا معرفتش قدير غضبي أو أن أنا بنفس غضبي فيه هي فعلا زي ما أنت قلت كده غالبية الأباء والأمهات اللي بيالجردها الأسلوب اللي هو العنف البدني والضرب والتهزيق والكلام ده بينفسوا عن غضبهم أنت إزاي ما تسمعش كلامي ده أنا أبوك أنا الكبير وأنت الصغير أنت لازم تسمع الكلام مش الغرض التربية ودليل على ده إنه فيه أباء وأمهات بيضربوا ولادهم مش مرة واحدة مرة واثنين وتلاتة واربعة على نفس الفعلة طب هل في حاجة تغيرت؟ لا أنا لازم أفكر وعيد حساباتي مرة تانية إنه لازم أغير طريقة التربية بالضبط مش هو أبدا الأسلوب أنا ممكن على فكرة أخاف منك ومعاملش الفعلة قدامك لكن أول ما تدرع عني أنا هعمله أكيد شفت حالات كده كتير بيبقوا مرافضين مثلا الأهالي بيبقوا مرافضين مثلا حاجات معينة خلينا نكلم على بنت عايزة تتماكيج لا أعيب وحرام هتتتماكيج برا وأول ما تروح البيت هي مسحة كل حاجة فهي مش الفكرة في كده الفكرة أن أنا أبقى عندي ألية قوية وشخصيتي قوية أن أنا أقدر أدير حوار جيد نطلع منه بهدف ورد عليها وقولها أنت زي الأمر أنت جميلة مثلا برافو عليك أنت مش محتاجة أصلا تحطي حاجاتي فعلا لو هي صغيرة شوية فنقلها هذا الميكوب بيدور البشر خلينا وإحنا لما نكبر شوية نبدأ بس أنت زي الأمر فعنية وشكلك جميل وما شاء الله ده جمال ربوني برافو عليك نعزل ثقاتها في نفسها بالضبط وإحنا أصلا ليه نمنع الأولاد من أنهم يعملوا حاجة لو هي مش مضرة يعني لو هي حاجة مش خطر برافو عليك يعني لو هي عايزة تحط ميك ما تحط هيجرها إيه ده أنت لأمر لكن المشكلة أن الأهالي المشكلة أن الأهالي برضو النظرات الأفكار القديمة أنه لا البنت ما ينفعش تعمل كده ما ينفعش تحط ميك الأفكار السلبية القديمة التي تورسناها نحن مش بنفكر أغلب الأفكار والمعتقدات والمورصات بتاعتنا بنستلمها كده بنطلع شايلين شنطة مثلا بتاعتنا إحنا تربينا إزاي بنروح حملينها على بتناجي على فكرة نحن منعرفش نربي زي ما تربينا يعني أنا أنا عصبية مثلا مع أولادي وصوتي عالي أنا والدي سيكش صوتي عالي أبدا 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 بطل يمكن أنت مضبوطة أكتر يعني إحنا كان عندنا مثلا في البيت مساحة من النقاش يطلت بالهم أنا مراشي قصة طلت البال دي جات إزاي دلوقتي أعتقد أن إحنا كأهالي مثقلين أكتر وما بقاش عندنا القدرة على النقاش زي ما أهالينا كانت بتنقاش ولا أنا اللي كان حظي حلو بس طبعا أنت هوك ونحظكم حلو يعني عايزة أقول إن إحنا شوية اضربنا وتقلنا ألفاء سلبية وتنبقوا عددنا بوقات غريبة ما حصلتش الحمد لله سوري لكن عايزة أقول إنه يمكن والدتك كانت هادية شوية علشان سيستم الحياة وقتها رتم الحياة كنهار آه هادي وحرقك برضو بتشتغلي وعندك مسئوليات ودنيا الإقاع سريع قوي كانت بسرعة قولية ده كانت بتشتغل خالص جدا يعني ده أستاذ جمع يعني لا معرفتش أنه كانت في إدارة بس شكل الشغل مثلا آه إدارة الوقت هي بترتب ترتيب أولياتها كويس يعرفة البرنامج لها تعمله النهاردة هنروح فيه نعمل إيه هرجع عامل إيه الدنيا أدقها كان بسيط وثالث إحنا مشكلة عندنا في إيه إن إحنا دلوقتي مركزين على إن إحنا نجبع احتياجات ونسدد احتياجات المادية لأولادنا تمام فبنقول لها بالساعات بره ونقعد نشتغل ونعمل كل ما في وسعنا بغرض إن إحنا نوفر لهم الإمكانيات المادية مفهوم طبعا بس عايزة أقول لك ده بيعمل مشكلة كبيرة بيعمل فراغ وجواه عاطفي لأن أنا مثلا مش عارف أقعد معيهم لأوقت تقيم ولا أقدر حتى أرجع ببقى هادية لأ مشدودة وحصبية وعايزة أنجز أذاكر الولاد أعمل مطبخ أنظف مش عارفية أسأل بالتليفون على مين كمية تسقاط أنا وراي عشان خاطر لكن أنا بقى بفتقد إيه الولاد في الوقت ده بيفتقد أن هما يعودوا قعدة دافية زي ما كنا بنعود ناكل مع بعض نسمع بعض بس يأكلوا مع بعض مش مع بعض عيوة نتبطب ونحضم في بعض ونهد نقول لبعض كلام حلو اشتقتلك النهاردة حمد الله على سلامتك بحشتيني أنت جميلة أنت مميزة ما بقاش فيك كده خالص الولاد نفسهم هما بيكبروا في عينين الأب والأم بمراحلهم العمرية المختلفة مع الضغوط طبعا دي هنشيلها على جنب كده بس لو دينا نفسنا نص ساعة أو ساعة بس في اليوم الله عليك نتأمل حاجة زي دي دي بالدنيا وما فيها في سعادة أصلا كل الأب وكل أم بيشوفوا أولادهم بيكبروا قدام عينيهم دي دي محتاجين فعلا نسمي لها وقت خاص كده في اليوم احنا بنتوه من زحمة الحياة مع أني رقم واحد ولا بنتوه من عميلهم طول اليوم طول الفترة عمالة تتكلم عن أن هم السبب عايز أقولك أن هم سبقيني مش سبب هم كمان في الدائرة دي مطحونين معنا أريد أقولكم حظهم أسوأ في السوشيال ميديا والشر اللي بقى قدامهم بدغطة متخيلين؟ يعني مثلا لعبة بتعلمهم العنف لعبة تاني بتعلمهم إزاي يبقوا طول الوقت كسبانين وتحرق قدامهم لو حد كسبهم إزاي أنه أنا مبقاش واثق في نفسي بصوا ده فيه فلاني الفلاني جاب الميدالية الفلانية وأنا مش عارق يعني كمية المقارنات والحاجات اللي قدامهم بتقلل مستقاتهم في نفسهم والعالم بقى مفتوح قوي لكن إحنا تربينا تربية بنروح لأهلينا اللي شبهنا راح عند عمه خالته مش عارفة مين فده نفس الإمكانيات بتاعتنا ونفس الظروف لكن الموبايل مخليهم نطين لسابعة كرة وبيشوفوا حاجات هم مش قادرين يميزوا ناخد الموبايل بقى ياريس ما حدش يقول علينا مفتوح أنا أنا عن نفسي مبحبش أبدا طفل أقل من 12 سنة يبقى معه موبايل بداية يعني ممكن لو إحنا عايزين نطمن عليه الموبايل الصغير ده أنا عارفة أنه مبقاش متوفر قوي بس ده يمكن أصحى حاجة جاصة أن أنا أتكلم أنت فيني حبيبي عامل إيه؟ تمام؟ لكن موبايل بداية ينهر بداية على كمية الأخطار والمخاطر بيقابلوها بسبب الحاجات اللي بتنزل لهم حتى لو هم مش قادرين طيب إحنا عايزين نفهم بقى منك كده طريقة العقاب تكون عاملة إزاي؟ والتدرج في العقاب يعني زمان زي ما قلنا إن كان فيه ناس بتضرب كان فيه ناس تانية بالنظرة وبنسمع كتير يومين دول يقولك إيه؟ أنا زمان كان أبويا بس يبصلي البصة كنت أتكوع في مكاني أقعد مفتحش ما ردش منط زي ما بيقوله ومحطش منط أنا كنت أخاف يزعل يا شازلي أنا كنت أخاف يزعل كنت أخاف أوصله لمرحلة البصة لو بصلي فعلا ده معناها أنه زعل وممكن فعلا وده حرص منك طيب وده حرص منها كمان على باباهم وموتها لكن في العقاب زمان كممكن لو يبصلك بس كده بصة أنت عرفت أنت عملت حاجة غلط فبتسكت وده كان فيه بعض الناس ده أخرهم في العقاب عايزين نعرف منك بقى بالنظر إيه اللي اختلف مبدئيا من زمان دلوقتي مبدئيا والتدرج تمام في العقاب يكون حلو قوي مبدئيا أنا ما احترم قوي فكرة اللي أنت قلتوها أنت كنت بتخاف أن أنت تعمل أي مشكلة جاست أنك سماعت أن بابا على السلالم الدنيا الزبطت كأنه جيش بقى هي كمان كنت بتقول أنا بخاف أزعله أخاف يعني بتحترمه مش عايزة تزعله يعني بتحبه إحنا بقى لو ربنا أولادنا على أنهم يحبونا مش هيعملوا غلط أبدا عشان ما زعلكش لكن المشكلة أن إحنا بقينا بنضرب وبنعنف وبنقول ألفاء السلبية فبقى عندنا صراع أنت بتحبيني أو ما بتحبينيش عارف الفخفخينة كوكتيل في المعاملة شوية طب طب وشوية أقول لك أنت حمار أنت مشا بتفعبش أنا مين فيهم أنا الشخص مين فيهم خلينا نقول أن التربية الإيجابية ده مصطلح حديث يمكن ظهر في التلاتينات ألف سماعي و تلاتين على إيد دكتورة اسمها ميري وينسون دي كانت طبيبة صحة نفسية شايفت أنه في حالات كتيرة قوي بتجلع العيادة والأهالي بيشتكوا من عدم تركيز في الدراسة تحصيل قليل قوي مشاكل عنف بيدربوا أصحابهم بيتنمروا عليهم بيعملوا اترابات نفسية ما بيناموش كويس اكتئاب بدأت تفرز الحالات ووضحت أنه من خلال الفحص والمتابعة أن الأهالي بيضربوا فقالت طب هو ليه إحنا بنضرب إحنا عايزين نوصل النقطة إن إحنا نقدب أو نربي طب خلينا نمشي بتأديب إيجابي أنا ضد فكرة العقاب أنا مع عاقبة بمعنى إيه أنا دلوقتي كسرت وأنا بلعف مثلا بالكرة كسرت إزاز مثلا الأولام واحد الأم الشطرة اللي بتربي تربية سليمة حبيبي أنت عملت حاجة غلط كانش ينفع أبدا إن إحنا نلعب بالكرة في المكان ده وإحنا قلين كده فحتلم اللي تكسر وتعلمه وتلبسه طبعا عشان لو هو طفل صغير نكنس ونلاقي أن نلم اتنين لو إحنا عندنا مصروف إحنا هنشارك في تصليح الحاجة دي دي اسمها عاقبة بمعنى أن كل تصرف خطأ لي نتيجة فعلي أن أنا أتحملها عشان أصحح لكن أنا أوقفه على الباب القودة أو أنا أخش في النوتي كورنر أو قاعد على النوتي تشير أو بص دي حاجات بسيطة ممكن تكون الأهلي بتقوله ده أنا أكبر حاجة بعملها لكن ما عليكتش ما قومتش إن أنا بس عملتله كده بس طالع حساس وجبان وما عنده السكاف ما هو حضرتك اللي عملتله كده رفضتي وقت الغضب قلتله أنت مرفوض ابعد عني دلوقتي إحساسه بالرفض وإحساسه أنه طيب ماما ممكن حضن ابعد أنا مش طيقات دلوقتي إنت عملت بص الكمية الحاجات اللي إحنا بممكن نوصلها مشاعر سلبية وطاقة سلبية لولدنا في حين أنهما بيبقوا في الوقت ده عايزين أمان يحسوا بحضننا أماني أنا ببقى عايزة حدي لهم من الكسر تمام أنا بقى أمان دلوقتي بس لازم يبقى عزاني فعيز اللي إحنا فيه ده ما أقولش أنا عارفة إنه زمان صعب بس إحنا لازم يكون عندنا مهارة اسمها اتزان فعالي أنا هتعب شوية في الأول لكن فيما بعد هيطلع أسوأ نفسيا هتلاع عندهم هدوء واستقرار وفكرة إنهم عندهم رؤية نفسهم تمام طب هو جاء اعتذر عن موضوع إحنا خدنا دلوقتي حالة إنهو كسر كوباية فأنا قلت له أنت هتشارك في الكوباية اللي هتيجي مكانها وهتلم وأعرفه أنت عملت حاجة غلط التصعيد بيكون عامل إزاي لأنهو اعتذر دلوقتي لكنه كرر الموضوع مرة واثنين وثلاثة بفهم بقى هو تكرر عن عمد هو عنيف وعايز يكسر دي مشكلة بقى تاني يعني ده كده محتاج تعديل سلوك ولا الولد ما عندهش تركيز وكل شوية عمال ماشي بيلوش وبيكسر لازم أفهم طبيعة السلوك علشان أقدر أحلله كويس وقدر أتصرف صوته عالي مثلا صوته عالي بيرفض دايماً طلبات بابا وماما بيتعصق أعرف هو أني مرحلة يعني لو هو طفل صغير في مرحلة الطفولة المبكرة هو لازم يعمل كده لأن كل مرحلة دي عيسي مات عايزة بقى بقول أنا كبرت عايزة أقول أنا موجود فأنا لازم أقول لأ ولازم كلمة لأ دي تطلع بس هاي الفكرة طريقة التعاون مع لأ دي طيب بنعرف نعمل بندي اختيارات بنفهمه لأ ليه مثلا بلاش تلمس كوباية دي فيها حاجة سخنة فهتلاقيه بيلمسها أوكي أنا هسيبه يلمس شوية لشاير سخنة أو أي كوباية عشان يفهم أنه أنا قلت لأ ليه لأنه لربما ممكن بعد الشر يروح لكهرباء فأنا سمحت شوية أنه يفهم أنه أنا بقول هنا لأ ليه عشان ما يروحش للأبعد والأخطر فإحنا لازم محتاجين تربية التربية على فكرة عمليه معقدة جدا وعايزين ندرس يعني أنا بشجع كل المقبلين على الزواج أنه لازم ياخدوا كورسات ويقاروا كويس مراحل السنية والعمرية لكل السمات بتاعتها إيه أتعامل معاها إزاي مفيش بحد بيجيب موبايل إلا لما بيرى الكتالوج بدي أي جهاز عندي لازم أبقى فاهم كويس ماري رمسيس كاتبة وبحثة تربوية نورتنا وشرفتنا شكرا لدينا أفكار كتير حنحاول قد ما نقدر نتمالك أعصابنا جدا أيها عشان نعرف نطبق أحيات كتير ما أعتقدش إنها سهلة وما أعتقدش إنها يعني بدغط الزرار حنعملها ولكن أعتقد إن النتيجة تستحق إن إحنا نكتهد وإن إحنا نحاول ننفذ كتير من اللي قلت نورتينا شكرا لوجودك شكرا جزيلا لك شكرا